يا صباح الخير سؤال هنا جميل جدا بيقول عند دخول الوعي هل الروح يمكن أن ترتقي بنفسها مع عدم وجود توأمها أو وجود مرآة حقيقية عاكسة ومستفزة لأنواتها مع أن أوقات بتتمنى لو في شريك داعم ليها حتى لو أظهر أسوأ ما فيها بتعرف أن سبب في تحرير ما بطن فيها من ظلام لظنها لنفسها بس يكون شريك واعي متقبلها زي ما هي وهي نفس الشيء خليني أقول لك يا سميرة إن كل روح زي ما احنا قلنا قبل كده بتختار اختبارها في الحياة لكل روح اختبارها فيه ناس بتختار هذا الاختبار في الحياة وإنها ترتقي من خلال العلاقات فيه ناس بتختار إنها ترتقي من خلال الصحة فيه ناس بتختار إنها ترتقي من خلال المال والمعاناة مع المال حتى العلاقات فيه ناس بتختار أو فيه أرواح بقى مش ناس فيه أرواح بتختار أنها ترتقي من خلال العلاقة مع الأم أو العلاقة مع الأب مش لازم يكون شريك الحياة أنت بتقولي هنا هل هو شرط يعني أنه يبقى فيه شريك على فكرة لا مش شرط أبدا أنه يكون لازم الحياة تجسد لك شريك حياة توأم روح زي ما أنت بتقولي علشان ترتقي من خلاله ممكن أي علاقة تانية لأنني أنا كنت اتكلمت حتى في كورس صحوة الرحم عن مفهوم توقم الروح وأنه مش شرط توقم الروح ده يكون هو شريك الحياة ممكن يكون توقم الروح هي الأم توقم الروح هو الأب توقم الروح الأخت أو الأخ أو أي شخص تاني مش شرط المهم مش المسمى المهم مش هو لازم يكون الزوج مش مهم لازم يكون شريك الحياة ممكن يبقى صديق أو صديقة يكونوا مقربين لكي جدا المهم أنا بشوف فيه إيه المهم أنا بختبر من خلاله إيه ممكن يكون كل الأشخاص اللي حوالي هم توقم الروح بالنسبالي ولكن ممكن يكون تجربتك في الحياة مفهاش شريك حياة بمثابة مرايا ليكي تشوفي فيها نفسك ويكون إنسان واعي ممكن يكون اختبارك مختلف ويكون يكون اختبارك في الصحة أو في المال مش لازم العلاقات فاهماني ويكون الصحة أو المال أو أي جانب تاني من جوانب الحياة هو الطريق الأنسب ليكي وخلينا أقول الأفضل ليكي أو الأيصر ليكي كمان لأن مش كل العلاقات هي علاقات زي ما أنت مفكرها إنها ممكن تكون علاقات مريحة حتى لو وعيا في علاقات وعيا ولكن أنت علشان تستمر فيها أنت كأنك بتمشي على جمر النار فاهماني لحد ما توصلوا لنقطة معينة بتقدروا بعد كده تعيشوا في هدوء وسلام ولكن أنت في الأول بتختارقي ظلام هذا الشخص هو بيختارك ظلامك وبيصلحك على ظلامك وانت بتصلحيه على ظلامه والعملية دي ذات نفسها عملية مش سهلة على الطرفين العملية مش سهلة أبدا قبول ظلام الآخر هو فيه جهد شديد وفيه صبر على النفس وفيه صبر على الآخر وفيه مسابرة وحب للشخص لتنفسه قد مسعي للحالة لحالة الارتقاء اللي هتجيلك من هذا الشخص بغض النظر هو ما بيبقاش حب بقى زي اللي انت فكراء أو شايفاء انه بيكون الدنيا رومانسية جدا لا هو بيكون حب أقرب ما يكون الحب الكوني ان روحك بتلتقي مع هذا الشخص فيه ارتباط ما بينك وما بين هذا الشخص ولكن انتم لتنين بتكونوا فيه مرحلة تنقية الأنا وتنقية الإيجو تنقية الإيجو عندك انتي وعنده هو تنقية الإيجو وارتقاء الإيجو سواء عندك أو عنده هي موضوع مش سهل ومش عشان كده أنا حتى قلت قبل كده ان توقم الروح أو توقم الشعلة بقت كلمة على لسان كل الناس الحقيقة لكن محدش عارف معناها أو مش سهل انك تلاقي توقم روحك أو مش سهل انك ترتقي من توقم الشعلة لتوقم الروح وان توقم الشعلة هو الشخص الذي يشعل فيك كل ما ترفضيه هو يشعل فيك ظلامك وفي نفس الوقت هو بيشعل النور في ظلامك فهو بيشعل نار نار بتحرق كل الإيجو ونور بيرتقي وبينور لهذا الإيجو لكن هل هو شرط لوجود هذا الشخص هل شرط لوجود هذا الشخص الإرتقاء لا مش شرط مش شرط أبدا ممكن يكون الإرتقاء واختبارك في المال ويكون اختبارك في المال هو المناسب لك هو ده أنسب شيء لك دلوقتي وتكون دروسك في الحياة من خلال المال أو من خلال الصحة أو من خلال علاقتك مع أي شخص تاني غير شريك الحياة هي أفضل وأيصر لك وهي دي دروسك اللي هتساعد روحك على النطج والارتقاء أكتر بكتير من لقائك مع شريك الحياة فاهمني؟ أو هي بتساعد أكتر على لقائك مع نفسك يعني تقربك لنفسك أكتر من التقائك مع شريك الحياة لأن ممكن على فكرة تلتقي مع شريك الحياة لكن ما يستفزش جواك أي حاجة على فكرة وكتير بنشوف نمازج كده أن يبقى معها شريك الحياة حد مسالم وطيب وكويس وكل حاجة لكن لا يستفز ظلامها فبالتالي لا يستفز قوتها لأن الظلام هو القوة في حد ذاته لأن الظلام لما يخترق الرجل يخترق ظلام الأنسة والأنسة تخترق ظلام الرجل لما الاتنين يخترقوا ظلام بعض فلازم تعرفي أنه بيستخرج مع هذا الظلام قوة قوة الآخر يستخرق قوته فممكن أنت تكوني بتلتقي مع الشريك الحياة لا يستفز هذا كله لا يستفز ظلامك لا يستفز الجواهر الجواكي لا يستفز جمالك لأن وراء هذا الظلام جمال وقوة فهو لا يستفز إلا السطح ولكن في نفس الوقت تلاقي اختبارك في جوانب أخرى من الحياة يستفز قوتك ويستفز جمالك ويستفز ظلامك فطريق توقم الروح هو طريق من طرق كتيرة جدا ترتقي من خلالها لكن تمسكي بطريق أنه هو ده اللي هرتقي من خلاله لا ابقى تتمسكي بطريق أنا عن نفسي أنا كانوها كشخصية عمري ما كنت أؤمن لا بتوقم روح ولا بتوقم شعلة ولا بالشريكي أستفز أو أنا أستفز أو القصص دي كلها ولكن خلينا أقولك أن الحياة أهدتني ده بدون حول مني ولا قوة لأن أنا كنت شغالة على نفسي كتير وما كانش الموضوع ده في بالي تماما ولكن الحياة أهدتني ده ليه لأن خلاص كنت تخطيت مرحلة معينة وبعدين ممكن يكون القدر أو الكون أو روحي اختارت بقى خلاص أن أنا أنتقل لمرحلة تانية أرتقي من خلالها لكن ما تحصريش نفسك في النطج والارتقاء الروحي على طريق توقم الروح كل العالم مريات وكل الناس مريات وكل المواقف والأحداث مريات المهمة هي بتستفز حاسيس إيه جواكي وتبصي للإحساس الداخلي اللي جواكي نفس الإحساس اللي هيستفز من شريك الحياة هو بيستفز الآن من أشياء أخرى المهم أنت وعائك يكون متسع لكل الطرق اللي موجودة في حياتك الآن كل الطرق اللي موجودة في حياتك الآن هي دي المناسبة لكي الآن ما تدوريش على شيء بعيد عنك ما تبحثيش عن شيء لسه مش موجود خليكي في الموجود والمتاح الآن في حياتك وده الأنسب ليكي والنطجك الروحي والنطجك وتطورك النفسي هو ده الجميل ليكي ما تخليش نظرك يبص لبعيد وعقلك يفكر في اللي مش في إيدك استمتعي واستغلي خليكي مستغلة لكل المواقف لصالحك لنطجك الروحي الموجودة الآن في حياتك والأشخاص كل الموجودين الآن في حياتك هم مرآة بالتالي هم مرآة بالفعل فهماني يا سميرة؟ يا رب أكون قدرت أشرح لك وأوصل لك بشكل ثلث ويسير وشكرا لسؤالك